السلام عليكم نقدم بهذا الفيديو 13 نصيحة علمية للطلبة لتحسين كفاءة الدماء من أجل دراسة مثالية أرجو أن تشاركوه على صفحاتكم للفائدة مع أمنياتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق يمكن لعقلنا أن يحفظ 2.5 بيتا بايت من المعلومات وهو ما يعادل تقريبا 3 ملايين ساعة من مقاطع اليوتيوب ومن أجل استخدام بعض هذه القدرات المذهلة بشكل أكثر فعالية عندما تتعلم إليك بعض نصائح الدراسية البحثية الموثقة عالميا والمقبولة والمطبقة على نطاق واسع من قبل علماء النفس وخبراء التعلم أولا جرب التكرار المتباعد زمنية لتحقيق أقصى قدر من التعلم الدراسة تكون قصيرة ولكن متكررة أثبت علماء الأعصاب أن المشابك العصبية أو العقد العصبية والتي عددها مليون مليار وصل في دماغك تجعلك تتذكر وتفهم الأشياء تنمو هذه العقد بشكل رئيسي في الليل عندما تكون نائمة هذا يعني أنه من الأفضل أن تدرس بانتظام مع فترات راحة بين النوم جربها تدرب على شيء ما لمدة خمسة عشر دقيقة كل يوم وستفاجأ بتقدمك في غضون أسابيع فقط ثانيا تأكد من أن تجد أسلوبك الخاص في الدراسة فأثناء الاستماع إلى مدرس التاريخ قد يخربش طالب برسم ملخص من الصور بينما في حين قد يستمتع البعض بمشاهدة مقاطع الفيديو التي تلخص قراءات الكتب والبعض الآخر يدرس مع الأصدقاء فيما يحب البعض الآخر الجلوس في صمت في داخل غرفة المكتبة كل شخص له نمطه المختلف ثالثا تأكد من حصولك على نوم جيد ليلا النوم والأحلام أمران حيويان لمعالجة المعلومات الجديدة وتخزينها أظهر الدراسة أجرتها جامعة هارفر أن الطلاب الذين حصلوا على نوم جيد أثناء الليل تذكروا موادهم الدراسية بنسبة 35% أفضل من أولئك الذين درسوا في الصباح لإجراء الاختبار رابعا تدرب على التركيز إذا كنت تميل إلى المماطلة والتأجيل فهذا يعني أنك تميل إلى التحول من القيام بشيء صعب مثلا كدراسة الرياضيات إلى شيء سهل كتصفح الويب أحمي نفسك من الإلهاء طريقة واحدة للقيام بذلك هي إغلاق هاتفك المحمول أو الذهاب إلى مكان هادئ مثل مكتبة خامسا خصص وقت التعلم الخاص بك من خلال اتباع أسلوب بومدورو وذلك بضبط عداد الوقت في موبايلك على 25 دقيقة عندما تركز بالكامل على دراستك عندما يرن المؤقت استريح لمدة 5 دقائق إذا كنت ترغف في الاستمرار قم بضبط الموقت مرة أخرى فترات الراحة الصغيرة بينهما مريحة ومحفزة للاستمرار سادسا ابدأ بالأشياء الصعبة كي تفعلها أولا لأنه إذا كنت مثل بقية الناس فسوف تكون لديك أقوى إرادة في الصباح ومجرد الانتهاء من الأشياء الصعبة ستشعر بالتحسن لبقية اليوم وربما يكون لديك دافع أكبر لإنجاز أشياء أخرى سابعا أفرغ عقلك وحاول ممارسة الاسترخاء هناك عدد قليل من الأنشطة التي ثبت أنها تساعد على نمو عقلك ويبدو أن التمارين البدنية والتأمل المنتظم والمحادثات الجيدة تفعل ذلك بالضبط إنها تؤدي إلى تكوين خلايا عصبية جديدة داخل دماغك وبالتالي تنمي إمكانياته ثامنا أخرج وتنزه إلى الأماكن الخارجية في الطبيعة إذا سنحت لك الفرصة فهناك يمكن اكتساب أفكار أعمق لموضوع ما من خلال التفكير في بيئة أكثر ثراء التي توفر المزيد من الأدلة المرئية في إحدى التجارب كان على مجموعتين من الطلاب أن يتذكروا كلمات عشوائية قامت إحدى المجموعات بتغيير الفصل الدراسي أثناء الدراسة بينما المجموعة الأخرى لم تغير مكانها حيث كانت المجموعتين تدرس في غرفتين مختلفتين إحداهما صغيرة بلا نوافذ والأخرى كبيرة ومشرقة فكانت المجموعة الموجودة في الغرفة الثانية لها نسبة احتمال للتذكر بمقدار 40% أكثر من المجموعة السابقة تاسعاً أعد صياغة أسلوبك واستمتع بجدية مهما كان الأمر ابحث عن طريقة ممتعة أثناء التدريب يعتقد علم التعلم الحديث أن المشاعر الإيجابية مهمة جداً لزيادة إمكانات التعلم لديك لذا استمتع بوقتك أثناء الدراسة عاشراً كن منظماً ووفر مساحة لدراستك جيداً لكي تتذكر الأشياء لفترة أطول كرع المادة على فترات متباعدة على سبيل المثال من الأفضل تعلم الحقائق أو المفردات إذا قمت بمراجعتها في المرة الأولى بعد يوم أو يومين من الدراسة الأولية ثم مرة أخرى بعد أسبوع واحد ومرة ثالثة بعد شهر واحد حادي عشر جرب نصيحة 30% قراءة و70% تلاوة إذا كان لديك ساعة واحدة لتتعلم تلاوة قصيدة أو الاستعداد ليلقاء خطاب أو عرض تقديمي أقضي 20 دقيقة من الوقت في دراسة النص وأربعين دقيقة في التدرب على التلاوة هذه النسبة عادة تؤدي إلى نتائج أفضل ثاني عشر مرّاً عقلك باختبار ذات فوري بعد الدراسة اختتمها باختبار سريع يمكن أن يؤدي الاستدعاء الفوري في شكل اختبار أو ملخص قصير لما تعلمته للتو إلى زيادة الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 30% نظراً لأنه يصعب على عقلك التفكير أكثر من القراءة فإن هذا الجهد الإضافي يخلق آثاراً أعمق في ذاكرتك ثالث عشر لا تجبر ذاتك إن لم تكن راغباً بالدراسة في وقت محدد لأن الدافعية إلى شيء تشبه الشعور بالجوع فلا يمكنك إجبار نفسك على التحفيز ما لم تكن جائعاً للدراسة خذ قصطاً من الراحة وافعل شيئاً آخر ثم عود إلى الدراسة مرة أخرى لكن لا تجعل ذلك كعادة تترك الدراسة إلى الأبد بهذه الحجة فذلك ليس هو المطلوب شكراً جزيلاً لإصوائكم مع تحياتي